طيب نبدأ بتفصيلات منتجات أبل اللي طلعت آخر قبل يومين نبدأ بالآيباد الآيباد 10.2 لا جديد بتاتا غير A13 مش هي الليتست كمان مش آخر من الجبسيت تبعت أبل هي أقوى من القبلها نعم البيانيك A12 بالزبط هلا البوست أتوقع أفضل 20% 30% من الأولاني بصراحة أشوف هلا في وجهة نظر أنا بالنسبة لي بهذا الموضوع حتى هلا ما لا جديد لا جديد أنا حكيت للناس حتى بالفيديو اللي عملته إذا أنت عندك الآيباد 7 أو الآيباد 8 اللي هم قبل ما تشتري هذا الجديد خلينا نسميه آيباد 9 ما تشتري ولكن إذا أنت ما عندك تابلت بدك هاي تجربة تابلت يعني هذا خيار ممتاز جدا هذا الجديد هذا بالنسبة لك إذا أنت جديد سعره ممتاز 329 دولار استثمار بعيش معك على الأقل 3-4 سنوات إذا بتحدد نوع إذا بتحدد المستهلك الصح للبودكت الصح I think بتقدر توجد مبرل للآيباد اللي هو أتوقع بجزء استعمله بالمدارس للأطفال 100% فبدهم مش يكون كوسته عالي مش بشارط يكوني سابورت لآخر أبل بن ممكن يكون سابورت لأنه هو أصلا سابورت بس للفرس دينايشن بس فيه شغلة آه فيه شغلة ممكن عالم التابلت إذا معرفش إذا جربت عالم تابلت إلى أندرويد جربت ما دخلت هذا المدارس عالم هذا للأسف يعني في نوعين إما تابلت خخيص وإما تابلت غالي والوسط قليل التجربة كلها مش قوية حتى الغالي حتى الغالي تجربة مش قوية الآيباد يعني الآيباد كتابت متفوق عليهم بأجيال آه هاي هاي فسابقهم آه هم أبدعوا بهذا الموضوع وعملوا كمان operating system خاص للآيباد صح للأوس آه هو الآيباد أوأس فهو بيشتغل بتلاقيه طبيعي وبعيش معك ثلاث سنوات أربع سنوات ممكن خمس سنوات إذا حافظت عليه تعرف أني أنا بعمل edit 4K على الآيباد برو آه لأنه بقدر 2 cams لأنه بقدر كمان بقدر مزبوط لأنه اللابتوب اللي عندي بيعلق وقديم شوي فدربت الآيباد بجرب إشي اسمه LumaVusion LumaVusion سوري LumaVusion ممتاز اللي بيحب يعمل edit يعني على الآيباد وانت بتعرف تجربتي مع له خاصة على M1 خرافي حسن بابيكو على له طيب ناشي نشتت كتير على أن نشتت الناس خلاص نساه موضوع الآيباد هذا ما فيش إشي جديد ما في جديد بس حياة ما في جديد بس زي ما حكيت لك إذا بتعرف لمين رايح أو مين الجهة المستهدفة إذا اللي فيه أجديد من الناس ممكن أنا وكل مناسب أعتقد أنه هي للمدارس أكتر من أنه للمستخدمين اللي بدهم تقنيات عالية بقى يشوف إذا لناس إذا هم لناس أبل لناس اللي بيستخدموا أبل أنا بشايف أنه الموضوع مش حلو ليش أعطيني واحد جديد أعطيني شكل يتعب لك شوي R&D في لا هو أشوف يتعب لك شوي يعني أعطيني تصميم أجدد شوي ما ما غيروا بالمرة نفس الآيباد ما تغير أكيد أكيد نفس التتش ID فاهم كيف كان بالمكان يعطونا إشي طب أسألك سؤال تفضل على الآيباد اللي نزل 10.2 الآيباد العادي ما بقدروا يعملوا شكله زي الآيباد مني زي الآيباد برو بقدروا صح ولا لا بقدر ويزيدوا سعروا شوي شوي ويكون سبورت لل لأبل بنسل جنريشن 2 نعم بقدروا يعملوا هيك وممكن يشوفوا الناس إشي واو بس هم ما بدهم يعملوا هيك بدهم خلوا سعره واطي أنا هيك ويستغلوا هاي الفكرة إنه ممكن نبيع أكتر يكون سعره ممتاز نبيع للأطفال لأنه هلها بالمدارس بطلبوا آيباد وبطلبوا لابتوب وعلى أغلب آيباد نعم كل كتب صارت على الآيباد بأغلب المناطق في العالم يعني صحيح المناطق المتقدمة شوي فأيثين كان هذا التارجد تبعه وهم استغلوا هاي وليعبوا أحد الموضوع بس أتوقع ما ضبطت معهم لأنه المدارس اللي أمدومين يعني بدون مش يستثمروا فيه كثير عشان ما يخسروا فيه كثير أو ما ما تضبط معهم الأمور شو راي لا بفكر في المدارس إنه فعليا ممكن يعني يرجعوا المدارس وجاهية رجعوا بدبي هنا بالعمالات موجودية ففعليا في الأردن أتوقع كمان بدهم يعني خلص الحسبة بتكون هيك تخربطت على بعض الشركات يعني أنا شوف بحل بزنس استراتيجيز وخطط خطط كيف يبيعوا للدفايسيز تبعتهم طيب سيبق من الآيباد أنا شايف أنه يعني هم ما تعبوش فيه كثير وما تعبو حاله فيه كثير هذا الآيباد ما فيه اشي أبدا ما تعبو حالهم بالمرة وعطوك هل هو كمنتج يعني كويس ولكن ما فيش فيه جديد يعني الناس اللي بكون فيه الناس بكون متحمسين لأشي جديد ما أخذوش جديد مظبور فهم يمكن برضو قال لك لأنه من أعطيك اشي جديد هل هو الآيباد مني تعرف الآيباد مني من زمان ما تغير بالنسبة لأول مبارح لإطلاقة أبل المنتجات اللي صارت قبل مبارح آيباد مني هو رقم واحد ميل ميل بكل المنتجات اللي طلعت ليش ديزاين جديد صح سبورت للقلم الجنريشن تول اللي هو الجيل الثاني من قلم تبع أبل بايونيك آخر واحدة خمسطعش 5G 5G صراحة حتى الفورم فاكتر الفورم فاكتر رائعي أنا يعني أنا راح أجيبه هذا الدفايس لأنه أنا عم بفكر أعمل بيتي كله هوم أوتوميشن فبدي بانن أتحكم فيها بكل البيت فعندي أنا الآيباد برو اللي هو 2020 هو قبل M1 بجنيش جينريشن واحد جيل واحد فبس كبير أنا عندي 12 إنش الأكبر واحد شرحي نفع فما بزموتش تلف في البيت ممكن الولادي يعني بدك فشفتوا هذا مناسب جدا يعني ممكن لقدام استثمر فيه ممتاز يعني الكاميرا ممتاز الأمامي والخلفي ممتاز أوكي الديزاين ممتاز الشكل كله بعض ممتاز الأداء يعني أكيد هتأخذ أداء عالي أوكي وسعره يعني سعره 500 دولار 412 I think في 2-2 حكوم في السلولير اللي هي تدعم LTE وال5G وفي الواي فاي Virgin فلحكوم في 2-2-Virgin بجوز في فاي قبناتهم 100 دولار كالعادة بالعادة آهيك يعني ممكن ناس يروحوا ل Virgin الواي فاي